الفيديو اللي امام حضراتكم ده قالب بريطانيا بمعنى الكلمة وفي حالة غضب واستياء كبيرة ما بين الشعب البريطاني عن الفيديو ده ده كانت عبارة عن مجموعة من الجنود البريطانيين كانوا مشاركين في دي دي يوم الناصر وكده والمفترض ان في مجموعة من الجنود البريطانيين راحوا على فرنسا ومرة واحدة السلطات الفرنسية توقف القوات الانجليزية وتطلب منهم اظهار البصبرات بالشكل اللي حضراتكم شايفينه رغم انه قالوا اصلا نازلين من قاعدة رسمية في قاعدة سان ريفيل العسكرية الفرنسية والمفترض ان هما ما كانوش يظهروا جوازات السفر واصبح الموضوع عبارة عن خناء على السوشيال ميديا ما بين طرفين طرف بيقول ان اصبح الجنود الفرنسيين تعمدوا ان هما يهينوا من الجنود البريطانيين وعندنا في نفس الوقت ايضا الطرف التاني بيقول لا ده هي بريطانيا اللي خرجت من الاتحاد الاوروبي وطالما هما خرجوا من الاتحاد الاوروبي بقى لازم ان هما يظهروا جواز السفر بالشكل ده عموما ده بيبين ان برضو حالة الناتو دول الناتو ودول الاتحاد الاوروبي ما بينهم وبين بعض ما تتخيلوش ان هي السمنة على عسل لا برضو في ما بينهم سجال سلام عليكم واهلا وسهلا بحضراتكم يارب تكونوا بخير وبافضل حال النهاردة بستعرض معاكم مجموعة من الاخبار المثيرة جدا في الاحداث العالمية اللي ممكن مع التدرج نقلب على حرب عالمية وربنا يصبر خلينا كده نقول ان الطائرة السود سمعة وخمسين هي واحدة من اهم واقوى الطائرات الشباحية المقتلة اللي موجودة في العالم واحدة من اسرع الطائرات لان سرعتها وتتعدى اتنين واثنين من عشرة مخ بتقدر بمدى انها تمشي المسافة الفين كيلو متر طائرة شباحية بقدرات فائقة جدا سواء طائرة من ناحية الاعتراضية في الجو سواء من ناحية السواريخ المواجهة انكانيات ضخمة جدا الطائرة دي نادرة ما بنشوفها في الحرب الروسية الاوكرانية المفترض ان الطائرة دي بتبقى موجودة في المطارات بعيدة عن جبهة الكتال انها ارض الاوكرانيا اعلنت بخبر رسمي انها ضمر الطائرة دي ولكن وهي على الارض الطائرة دي امام حضراتكم اهيه في استراخان في الصورة اللي حضراتكم شايفينها استراخان دي المفروض انها منطقة بعيدة بتبعت حوالي 600 كيلو عن جبهة الكتال واوكرانيا حسب الكلام اللي هي بتقوله انها بطائرة درونز وصلت الى استراخان في القاعدة دي ودمرت الطيارة وهي على الارض طبعا دي خسارة جبيرة جدا جدا الى روسيا بس السؤال كمان الخسارة الاكبر غير الطائرة ازاي طائرة تمشي لمسافة 600 كيلو من غير ما يتم اعتراض وسائل الدفاع الجوي منها ازاي يعني معنى كده ان هم عارفين الاوكران خريطة اماكن تواجد الدفاع الجوي والقواعد العسكرية بتاعت الدفاع الجوي الروسية وتجنبوا الرصد والاماكن دي من الوارد من الوارد حاجة تانية ولكن في كل الاحوال ده حيبقى ليه انعكاسات كبيرة حاجة تانية مهمة وهي تقرير عن نيويورك تايمز بيتكلموا على الجنود الاوكران شوفوا حضراتكم ازاي الاوكران بيتعاملوا معاهم ان مشروب الطاقة حضراتكم عارفين مشروب الطاقة ده اللي هو بيتباع في المحلات مشروب الطاقة ده على فكرة صحيا امامكم وهو التقرير من منظمة الصحة العالمية ان قسرة شرب مشروب الطاقة ده بيقدي لمشاكل في القلب وفي المعدة وبيقدي مشاكل كتيرة جدا يعني مش زي ما انت عسل بتمسك فنجل قهوة تشربك فنجلين تلاتة قهوة لا ده لها اضرار وممكن بتعدي الى امراض سيئة جدا فالمفترض الطبيعي ان مشروب الطاقة ده بيمقى محدود جدا وفاجأ لقينا في التقرير نيويورك طيب زي من الصحف الامريكية ان بنلاقي ان الجنود بيشربوا مشروب الطاقة ده بكثرة جديدة جدا يوميا انه عرض الجيش الاوكراني علشان عايز الجنود الاوكران في حالة انتباه مش مهمة عندهم الجنود دولت يشربوا ايه ما يشربوش ايه حيموتوا امتى المهم ان الاوكراني يكسبوا الحرب والمهم ان زيليارسكي يبقى هو المجد وهو الهيرو وهو وهو فبنفجأ في تقرير كبير جدا عشان ما طولش عليكم ما ملخصه بيقولوا ان الجنود الاوكران اصبحوا مدمينين على المشروب ده لان المشروب ده بيوصل لمرحلة برضو الادمان وانه هم بيخلوا الجنود الاوكران على جبهة الكتال من المشروب ده بكثافة جدا علشان يقلل من عدد ساعات نومهم ويخليهم دايما انه هم في حالة يقظة وفي حالة انتباه بشكل كبير تقول لي بقى طب صحة الجنود الاوكران لا لا ده مش مهمة عندهم نيجي بقى الحاجة تالتة رؤية حضراتكم عارفين ان الرئيس بايدن حاليا في فرنسا او كان في زيارة رسمية ومبارح كان بتصريحات بيتكلم بيها عن الحرب الروسية الاوكرانية في فرنسا ومن ضمن التصريحات المهمة اللي قالها قال كده حرفيا ان روسيا الكلام ده اول مرة هو يقوله يعني قبل كده كنا بنسمعه من بعض القضاء الغربيين ولكنه قال الرئيس بايدن ان روسيا حاليا عايزة انها تهجم على اوروبا كاملة وان احنا لازم نفضل وقفين مع اوكرانيا ومع الحلفاء بتوعنا لما نبص كده في الحرب ديت من بدايتها ما سمعناش قبل كده ان الرئيس بايدن كان بيحاول انه هو يقول ان روسيا عايزة تاخذوا اوروبا كاملة الكلام ده كنا ممكن نسمعه من بعض التصريحات من مساعدين الوزراء الاول من بعض الوزراء من بعض دول الاتحاد الاوروبي لكن ما كناش بنسمعها مباشرة من الرئيس الامريكي ان يقول ان روسيا عايزة انها تهجم على كل اوروبا ولكن لما الرئيس الامريكي يقولها فاخدوا بالكم ان لازم الكلام يكون محسوب النهاردة بنسمع ان فيه تصريحات نارية كبيرة تصريح زي ده نقدر نعتبر انه تصريح ناري جدا وهو عبارة عن خلق حالة من التعبئة داخل الشعب الاوروبي لما رئيس امريكا يقول الكلام ده هو بيخلق حالة من التعبئة ومن التهيئة للشعب الاوروبي على الحرب ديت وده اما حاجة من الاتنين يا اما ان الشعب الاوروبي ابتدى يحس بملل وبدجر من الوضع الاقتصادي او من الوضع السياسي نتيجة امتداد الحرب للروسية الاوكرانية وطول المدة بتاعتها وتأثرها على الاقتصاد في المجتمعات الاوروبية فابتدوا يحسوا بدجر فلذلك الرئيس الروسي بيحاول انه هو ينبههم يعملهم حالة تعبئة او ان الغرب بما فيهم امريكا شايفين ان فيه احتمالية ما بقولش اكيد ولكن فيه احتمالية لحدوث مواجهة ما بين روسيا وما بين الغرب فبيعملوهم حالة التعبئة دي في كل الاحوال ده مش اول تصريح ناري في خلال الاسبوع ده اللي نسمعه من الرئيس بايدن بل انه هو حسب الصحيفة بتاعت لما كان عمل اللقاء انه وجه شتايم للرئيس الروسي حسب قوله وقال انه هو راجل مش محترم حسب كلام الرئيس بايدن هو وكلامه هو وقال ان انا عرفه من اربعين سنة ودايما كنت بقلق منه عموما حلاقي ان ده تصريح ناري ايضا شولز المستشار الالماني لما قال وطلع تصريح امبارح في رسالة فيديو بسها الى الرئيس بوتين وقال ان لازم ان الرئيس بوتين يعترف انه هو ما يقدرش ابدا على اوكرانيا وان اوكرانيا وقفة قدامه بالمرصار او وقفة امامه بشكل قوي جدا فميدفديف نائب رئيس الامن القومي الروسي انه هارده طلع تصريحات يرد بيها على كلام شولز يعني بوتين نفسه ما ردش على شولز ولكن ميدفديف هو اللي طلع ورد على شولز وقال ان حسب كلام ميدفديف وعلى حسب تعبيره ان صانع النقانق انه يقصد بيها شولز قال ان السوسي جيوميكر ده او صانع النقانق عليه انه هو بدل ما يتكلم على اعتذرنا يروح اعتذر ويقعد على ركبه ويعتذر للشعب الاوكراني لان الغرب والمانيا هم المسؤولين على التسليح وللحرب ديت النهارده في الحرب الروسية الاوكرانية كانت ممكن تخلص على فكرة من اسبوعين من بداية الحرب لولا ان الغرب هو العمال بيدعم زيليانسكي ورغم كل الاحتجاجات الكبيرة اللي من الشعب الاوكراني داخله وحالة التزمجر وحالة الغضب والشجن من الحرب ديت ومن طولة هم مش عارفين الحرب دي تفضل لامتى ولكن لحد النهارده برضو الغرب مصر على انه يستعمل الاوكران في الحرب دي كمان قال النهارده من فيديف ان نظام كييف سواء من زيليانسكي او من اعوانه بيستغلوا المعونات العسكرية وبيسرقوا وبينهابوا في المعونات ديت اذا الخلاصة في الكلام ده ان النهارده في حرب اعلامية وتصريحات اعلامية نارية اكثر من اي وقت مضى بنشوفها وبنشهدها خلال الفترة الحالية دي من قدرش نقول ان التصريحات ديت هي ممكن تحدث عبارة عن حالة من الحرب ولكن بتساهم بشكل كبير في خلق حالة احتقان ما بين الطرفين سواء الطرف الروسي او سواء الطرف الغربي ولكن طبعا من ناحية الحرب الروسية الاوكرانية النهارده الروسي اعلنت عن مقتل الف وخمسمائة جندي في خلال الاربعة وعشرين ساعة الاخيرة زائد اسقاطهم لطائرة هليكوبتر اوكرانية زائد اسقاطهم لاكتر من تلاتين مسيارة اوكرانية كانت بتحاول انها تهاجم على روسيا ووارد ان الطائرة الاوكرانية اللي هاجمت دي تكون واحدة منهم ولكن النهارده دي تعتبر خسارة كبيرة نيجي للحاجة الاخيرة كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية عضرانكم عارفين ان كوريا الشمالية كانت من فترة ابتدت انها تبعت البلونات اللي مليئة بالنفايات وتسقطها على كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية توقفت رجع التاني النهارده كوريا الشمالية بعتت 800 بلون محمل بالنفايات على كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية رصدت اكتر من حوالي 80 بلون مليانة بالنفايات والقذورات اللي بتسقط في المدن في كوريا الجنوبية الامر بقى اللي خلى كوريا الجنوبية انها تعمل مكبرات صوت كبيرة على الحدود اللي ما بينها وما بين كوريا الشمالية وقررت انها تبث دعاية وتبص حرب اعلامية وانتو عارفين بقى المعنويات والدعاية والكلام ده كله النهاردة كوريا الجنوبية حطوا مكبرات ضخمة جدا على الحدود ما بينها وما بين كوريا الشمالية وابتدوا ايه انهم يقولوا بقى للكوريين الشماليين انتم معاكم نظام ديكتاتوري وبيستغلكوا في احلام وفي طموحات للبلدة ديت وهكذا فاصبحت النقاردة في سخونة كبيرة على الحدود اللي ما بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في استفزازات متبادلة ما بين الطرفين هل ده ممكن يوتر الصراع اكتر واكتر بكل تأكيد هل ممكن انه هو يحدث حرب في اي لحظة توقعه ان ممكن كوريا الشمالية تعمل شيء مع كوريا الجنوبية يبقى خلاصة الفيديو النهاردة النهاردة في حرب دعائية وحرب اعلامية ما بين اطراف وقوة في العالم امام اطراف وقوة اخرى في العالم بشكركم جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة